أخيرا يوسف راح يرجع شنودة تذكروا قصته أم لا الطفل المصري اللي وجدته سيدة قبطية في كنيسة في مصر من سنة تقريبا فقررت هي وزوجها تبنيه خاصة وإنهم غير أولاد وتم إصدار أوراق مزورة تثبت أنه ولدهم وسموه شنودة إلى أن كشفت الأمر قريبا للزوج طمع في ميراثه بعد ثبات أنه أساسا ما يملك أولاد فمن جايب فين جايب هذا الولد مثل ما قلت هذه قضية من سنة كاملة وثارت يومها زوبعة من الجدل وبعد إثبات أن الزوج والزوجة فعلا زوروا أوراق التبني وأن الطفل مش ابنهم تم إيداعه في دار للرعاية وتغيير اسمه إلى يوسف بدل شنودة طبعا ظل الولد مسكين بعيد في دار الرعاية أبو أمه بالتبني بعيدين أيضا عنه وفي عذاب إلى أن صدر أخيرا وبعد عام من هذه القضية صدرت من يومين فقط من مركز الأزهر العالمي للفتوى صدر رد على سؤال حول مصير الطفل شنودة أو يوسف وكان رد الأزهر هو التالي إن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد وغير مسلم فهو على ديني من وجده كلام جميل جميل جدا والحمد لله أن الأزهر حسم الموضوع ورجع شنودة إلى شنودة لكن عندي أكثر من سؤال القانون المصري يفترض أن أي طفل اللقيط هو مسلم بالفطرة لكن على أي أساس تم افتراض أنه مسلم خاصة وأنه وجد في كنيسة يعني لو كانت أمه مسلمة تخليه في كنيسة ليه كان تركته على باب مسجد ولا ملجأ أي تام مش في كنيسة النقطة الثانية ليه يحرم هذا الطفل أي أن كان دينه من أب وأم ما يعرف غيرهم في الدنيا تبنوه الأولى في القانون أن ينظر لمصلحة الطفل ومصلحته أنه يبقى مع أمه اللي ربته وأبوه اللي رباه وتبنى حتى لو ما كان ابنهم الحقيقي إلى أن يفصل القانون في الموضوع وليس أن ترميف دار رعاية بعيد عن حماية أمه اللي ربته وأبوه اللي تبنى انتظر خليه معهم يعني يصدر القانون هتخاف عليه من إيه هم خايفين عليه أساسا أكثر من ما هو أكثر من القانون القانون نفسه خايف عليه مصلحة طفل بريء ماله إرادة أهم من القانون نفسه لأن القانون مش نص القانون روح وضمير النقطة الأخيرة اللي تحيرني في الموضوع كله هو أن الأزهر مشكورا حسب الأمر شكرا له فعلا يشكر على ذلك وحكم حكم العقل ومنطق ورجع الطفل لعائلته لكن ليه تأخر سنة كاملة ليه ترك الطفل بعيد عن الأم اللي ربته والأب اللي تبنى سنة كاملة قبل ما يتدخل ليه ظل صامت هو وحده وحده من يملك القدرة على الحسم أشياء كثيرة في قوانيننا أنظمتنا أقول تحتاج إلى تغيير أو تطوير اليوم لازم الوطن يكون واحد ولو فيه عشرة أديان طفل هو شنود ولا هو يوسف طالما أنه وجد أب وأم يهتم بي وهو مسكين لقيت مرمي في الكنيسة يعني في النهاية ننثير عليه جدل ويدمر الطفل نفسه مصلحة الطفل تماما مثل قضايا الحضانة دائما القضايا ينظر إلى لمصحة المحظون لمصحة الأم ولمصحة الأب